جوزيجو ميز مدرب نادي الزمالك بعد مباراة الإسماعيلي كان له بعض التصريحات قال إن احنا ملعبناش زي ما كنا بنتمنى وقال إن احنا مخلقناش فرص كتيرة واللعبين البودلاء اللي شاركوا في الشوت التاني نجحوا في تغيير نتيجة المباراة قال إن احنا بنحتاج لمعجزة عشان نفوز ببطولة الدولة ولكننا سنخوض كل مباراة بدافع الفوز قال إن أنا حزين على خبر وفاة أحمد رفعت وما سمعته إنه لاعب جيد جدا ويجب أن تكون هناك تجهيزات طبية في كل الملاعب تحسبا لأي ظرف طارق يحتاج إلى التدخل السريع وقال كمان إن الزمالك خاض مباراة اليوم بلعبين يعني زي أحمد رفاعي مدافع الشاب وأيضا بيكلم على مصطفى الزناري كمان عائد من الإصابة وقال إن الإسماعيلي منافس جيد وعنده لعبين مميزين ولكن تشكيلتنا كان فيها مزيج ما بين النشئين والكبر دي كانت تصرحات جوزي جوميز ما بعد هذه المواجهة ترجمة نانسي قنقر